اشتكى عدد من المواطنين من تراجع مستوى الخدمة المقدمة لهم في مستشفى الأمير حمزة تمثلت معظم الشكاوى بالتأخير في الموعيد بالإضافة لانتظار ساعات طويلة للحصول على الخدمات الصحية أو صرف الأدوية لأمراض مزمنة كما شكى مراجعون من عدم وجود كوادر طبية كافية تتابع حالة المرضى الصحية بشكل مستمر نتابع جائحة كورونا ألقت بظلالها الضقيلة على المنظومة الصحية في الأردن أمر انعكست آثاره السلبية على طبيعة الخدمة المقدمة للمواطنين دكتور بمرق بس كأنه مرة باليوم الخصائي والتاني التنفسية مرة باليوم والممرضين كل أكمل ساعة ليمرقوا وطبعا أختي بحكم إنها طبيبة هي مشفعة حالته كاملة تركيب جهاز الأكسجين وماسك الأكسجين إذا تحرك شوي إذا كتعرف دول بدون معناية وطبعا ليلة مبارح من الخمس العصر ما مرأ أي طبيب تطلعت على حوالي الفجر وعملت مشكلة مع طاقم الطباء والتمريض أجد دكتوره ما أعرف عن حاله بنعرفش هو دكتور أو ممرض أجده ياخد عين الدم قعد حوالي تلت مرات ليأخد العينة طب هات طبيب أنا بشك إنه طبيب صراحة والشغل الثاني الممرضين طبعا تعاملهم مسيئ مش كلهم طبعا ما بدي أعمم بس جزء منهم طبعا هي اللي بتغير له أغلب الأوقات وهي اللي بنشوف على المرضى الثاني يعني بارح يركب الجهاز تنفس لواحد سحل عنه وهي ركبت له إياه مستشفى الأمير حمزة وما يعانيه من اكتظاظ وشكاوى من تراجع مستوى خدمة المواطنين فضلا عن التأخير في الموعيد عند القيام بالمراجعات الدورية نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات في الآوينة الأخيرة أمورا نالت استياء الكثير من مرتدي المستشفى ومن هم بحاجة إلى علاج إحنا بس ساعة ثمانية موجودين هون طبيب لحد الآن ما إيجاش بدنا نجدد دوانا إحنا معتادا كل شهر بنجي نأخذ دوانا ومنتسهل طبعا الأطبة متساعدين الكادر متساعد طبعا بس فيه بعض المشاكل يعني يعني أنا ما بدي أجي لما بدي أجي أخذ دواي لازم يكون معي تحويله من المركز الصحي ولازم يكون معي مصور ومجهز حالي طبعا أنا معي تأمين صحي والسيستم موجود أنه أنا بأخذ دواي فيه ناس كثير بترددوا على المستشفى مشان هيك مرات كان يحصل تأخير هذا كان بالنسبة لما يعانيه مراجعو المستشفى أما الكوادر الطبية فهي تواجه تحديات وضغوطات كبيرة جراء تبعات هذه الأزمة وما تخلفه من أضرار نفسية عليهم من الجانب الاجتماعي حتى الواحد صار لما يدي يتعامل برا وينعرف أنه حسا بتعامل مع مرضى كورونا أو مع مستشفى الأمير حمزة صار يلاقي عدم قبول إليه يعني خوفا من أنه يعني يكون مصدر لعدوى فره في المجمعات في الأسواق في حتى الأقارب حتى الأصدقاء حالك أغلب الوقت محاط بالمرضى وحتى زملائنا ممكن يكون مصاب دون معرفتك بدك تظلك محطاط أغلب الوقت وطبعا غير أنه كمان خارج الدوام في محيط المنزل والأماكن اللي فيها اختلاطات كلها يعني بدك تظلك محطاط أنه ممكن يصير معاك ممكن تنعادي بدون ما تعرف ويستقبل مستشفى الأمير حمزة مصابين بفيروس كورونا منذ بتء الجائحة حيث بلغ عدد المصابين في المستشفى حوالي 300 مصاب وخصصت جميع الأسرة فيه والبالغ عددها ما يقارب 500 سرير لحالات العزل المتعلقة بالفيروس أيمن لحمود المملكة عمان ومعنا من عمان مدير عام مستشفى الأمير حمزة وعضو اللجنة الوطنية للأوبئة دكتور ماجد نصير دكتور ماجد صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة دكتور ماجد بداية نلعطيكم العافية لكل الكوادر الطبية العاملة في كل المستشفيات في المملكة بشكل عام نبدأ الحديث من المصابين بفيروس كورونا الموجودين لديكم في المستشفى كم عددهم وكيف هو وضعهم الصحي الآن صباح الخير لدينا حوالي 265 مريض منهم حوالي 70 مريض في أقسام العناية المركزة وفي حوالي 18 مريض على أجهزة التنفس الصناعي وضع المرضى بشكل عام جيد وتحت المراقبة الدائمة لا شك أن المرضى في قسم العناية الحديثة وعلى أجهزة التنفس الصناعي هم في حالة حرجة ونتمنى لهم الشفاء إن شاء الله هل يوجد أي نقص في الأكسجين في المستشفى؟ أبدا يعني الأكسجين طبعا شيء أساسي في هذه العلاج هؤلاء المرضى وهو شيء أساسي في كل مستشفى وموجود إلا أنه تتجه النية إلى زيادة الكمية المخزونة لدينا حتى نتمكن من تقديم هذه الخدمة بشكل دائم وبشكل آمن وبالتالي لدينا النية القريبة إن شاء الله لزيادة المخزون من الأكسجين نعم دكتور هذا فيما يخص المعدات لو تحدثنا عن الكوادر البشرية الموجودة في المستشفى سمعت معنا إلى التقرير الذي عرضناه قبل قليل هناك شكوى من المرضى ومن أقارب المرضى فيما يخص المصابين بفيروس كورونا بأن هناك عدد قليل من الكوادر الطبية التي تشرف على عملية العناية بهم هل هناك حل قريب لهذه المشكلة؟ ابتداء الكوادر الطبية التي لدينا كافية ضمن الحدود المعقولة ويقومون بجهد كبير وجهد جبار ومنذ بداية هذه الجائحة وتعلم أخي العزيز أن المرضى معظمهم بحاجة إلى عناية دقيقة وحثيثة وأن يكون الكادر الطبي والتمريضي قريب منهم وهذا يتطلب أعداد كبيرة من الكوادر الطبية الآن لا نقول لدينا نقص ولكن بحاجة أيضا كيف يعني كافية ضمن الحدود المعقولة رقميا؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذه قضايا تكون عالمية أحيانا أنه مثلا لكل مريض في قسم العناية لكل مريضين مثلا ممرض أو لكل في أرقام يعني معروفة في المستشفيات وفي أقسام العناية الحتيثة فلدينا الأعداد الكافية لكن زيادة هذه الأعداد ضروري جدا حتى تأخذ هذه الكوادر قصة أكبر من الراحة وتستطيع أن تؤدي عملها بشكل أكمل الآن في وزارة الصحة هناك تعينات جديدة كما يعلم الجميع ولنا حصة فيها في مستشفى الأمير حمزة وأيضا طلبنا استثناء من ديوان الخدمة المدنية ليصار إلى تعيين عدد من الكوادر الطبية وبالذات التمريضية بشكل مباشر في مستشفى الأمير حمزة ليكون لدينا أيضا الاحتياط الكافي من الكوادر الطبية والتمريض وتحسبا لزيادة متوقعة في أعداد المرضى نعم متى من المتوقع أن تبدأ هذه التعيينات الجديدة أعمالها؟ التعيينات في وزارة الصحة بدأت الوزارة تستقبل المعينين وتمت معظمهم إجراءاتهم للتعيين ويلتحقوا في المستشفيات ونأمل في القريب العاجل أن يلتحق في مستشفى الأمير حمزة جزء من هؤلاء الكوادر طب دكتور لو تحدثنا أيضا بالجزئية الثانية التي عرضناها في التقرير هناك شكوى من المراجعين الذين يقومون بالمراجعة من أجل الحصول على الأدوية من بطء العملية بشكل كبير جدا اضطرارهم للانتظار لساعات طويلة جدا ما هو السبب الرئيسي لهذه المشكلة؟ اعتقادي أود أن أشير أن المستشفى وطيلة فترة الجائحة بقيت العيادات الخارجية مفتوحة أمام المراجعين وأمام مرضى مستشفى الأمير حمزة وأيضا الحالات اليومية الجراحية وكذلك قصطرة القلب وجراحة القلب أوقفت فقط في الأسبوعين الماضيين وتم تحويل كافة الكادر إلى مستشفى السلط الحكومي ليقوم بهذه المهمة حيث أنه مجهز تجهيزا جيدا لهذه الغاية وأصبح المرضى الذين لديهم مواعيد في مستشفى الأمير حمزة يتابعون ويعالجون من نفس الكادر الطبي الذي انتقل إلى مستشفى السلط الحكومي الآن العيادات الخارجية ما زالت شغالة بنفس الكفاءة وبنفس أعداد المرضى قبل جائحة كورونا تم العمل على زيادة عدد أصبح لدينا أكثر من صيدلية للعيادات الخارجية تسهيلا على المرضى إلا أنه لذكروا أخواننا المراجعين هناك إجراءات لا بد منها للتأكد من التأمين الصحي بأنه ما زال شغال إذا كان المريض يحمل إعفاء مثلا من الديوان الملكي بأنه ما زال قائم هناك إجراءات إدارية لا بد منها لكن نعمل جاهدين على تسهيل هذه الإجراءات والتقليل منها وأن تكون سلسة وسريعة لا أعتقد أنه في الأولى الأخيرة هناك شكاوي من ذلك دكتور اسمح لي ما أدعي في بعض الحالات من وجود تحويل طبي من مركز صحي طلب لصور شعة مع أن المعلومات موجودة لديكم ومحوسبة لا التحويل من مركز صحي هو جزء من نظام المستشفى بأن المستشفى يستقبل المراجعين المحولين من مراكز صحية معتمدة في عمان أو من المستشفيات في مختلف أماكن ومحافظات المملكة هذا النظام معمول به منذ بدء المستشفى الآن ما قصدون مراجعين ليست تصوير الأشعة وإنما تصوير بعض الأوراق وأيضا أعدينا أكثر من جهاز تصوير في أكثر من مكان تسهيلا لهذه الغاية أحيانا يطلب منه أن يصور إحفاء الديوان الملكي العامر أو تأمين الصحي أو أية أوراق متعلقة أصبح أكثر من مكان وأكثر من جهاز وأعتقد نعمل جاهدين على أن تكون هذه العملية سريعة وخصوصا أننا نميل إلى أن يبقى المرضى بعيدين عن بعض وأن لا يقضوا وقتا طويلا في العيادات الخارجية هذا هو تماما ما لم نشاهده في التقرير دكتور رصدنا أزمة كبيرة داخل قاعة الانتظار وإكتظاظ وتقارب كبير بين المراجعين تعلم أخي العزيز بأن عدد مراجعين العيادات الخارجية في مستشفى الأمير حمزي هو كم كبير من المرضى ونحن نسهل الإجراءات ونعطي العلاج بشكل شهري ونختصر أيضا الوصفة الطبية لأن تكون مكتوبة لأكثر من شهر ولدينا أيضا النية إلى حوسبة بعض الإجراءات للمراجعين بحيث أن يأخذ رقم دور واحد ويؤدي كل التزاماته المطلوبة منه ويأخذ الدواء بشكل مستعجل وأن لا يكون ضرورة لمراجعة الطبيب كل شهر نحدث هذه الإجراءات ونعمل على تسهيلها وأعتقد أن الأمور بشكل عام تتم بالشكل المقبول لكن لا بد من إجراء تحسينات دائمة في هذا المجال نعم دكتور يعني لاحظنا خلال بداية أزمة كورونا بأنه كان يتم إيصال الدواء إلى محتاجيه عن طريق المتطوعين وعن طريق بعض الكوادر الطبية لماذا لا يتم الاعتماد على نظام مشابه لهذا النظام في تجهيز الأدوية للمراجعين وفقط تسليمها عند قدومهم هذا كان نعم تم في مرحلة الغلاق الشامل أو في مرحلة نذكرها جميعا في مرحلة ما كان مسموح لأي مواطن أن يخرج من بيته نتيجة المرض كورونا الآن بعد ما انتهينا من هذه المراحل أصبح المرضى يعودون إلى المستشفى هناك حاجة لبعض المرضى لأن يلتقي طبيبه لأنه في بعض الأدوية بدها تجديد في بعض الأدوية بدها تغيير في بعض الأدوية لابد من إيقافها يعني حاجة المريض إلى الطبيب والعيادات الخارجية حاجة دائمة الآن ممكن يعني بعض المرضى الذين ليس بالضرورة أن يصل إلى الطبيب كل شهر أن يوصل الدواء إليه أعتقد أنها فكرة قابلة أو مقبولة وقابلة للنقاش لكن لابد من دراستها ودراست حاجة المريض إلى زيارة طبيبه طب بشكل عام دكتور كم عدد المراجعات للعيادات الخارجية يوميا في المستشفى يعني نحن نحاول نقلل منها إلى قدر الإمكان مثل ما حكيت لك المريض اللي مش في جداعي يلتقي طبيبه شهريا عملنا أن العياد الواحدة أن لا ترى في اليوم أكثر من 15 إلى 20 مريض وبعض العيادات 10 مرضى ولدينا عيادات كبيرة فالأعداد تقريبا محصورة في هذا الجانب وكل الأطباء لديهم تعليمات في العيادات الخارجية بأن المريض الذي ليس بحاجة إلى أن يأتي كل شهر يأتي ويأخذ موعد بعد شهرين بعد ثلاث على أن يتم صرف العلاج له دون رؤية الطبيب إذا لم يلزم ذلك نعم طيب دكتور نعود إلى النقطة التي بدأنا منها والحديث عن كفاية أجهزة التنفس الصناعي بشكل عام ونسب ومدى تواجدها أساسا في المستشفى بشكل عام هل هي كافية هل هي بحاجة إلى زيادة وإذا كانت بحاجة إلى زيادة كما تم الحديث سابقا متى سوف يتم رفضكم بالمزيد من الأجهزة؟ لدينا الآن كمية كافية من هذه الأجهزة وهناك مخزون في وزارة الصحة وفي مستودعات الوزارة كافية أيضا من هذه الأجهزة ولدينا البارحة تم إضافة عشر أجهزة إلى الأجهزة الموجودة حاليا وليس لدينا أي مشكلة في هذا المجال طب دكتور سؤال أخير بحكم موقعك ومتابعتك لكل المصابين بفيروس كورونا كيف تفسر الارتفاع الكبير في عدد حالات الوفاة في الأردن مؤخرا وأيضا نسبة الوفيات إلى عدد الإصابات؟ يعني شيء متوقع زيادة عدد الإصابات يعني زيادة عدد المرضى الذين سيرقدون على أسرة الشفاء وزيادة عدد المرضى في أجهزة في أقسام العناية المركزة وبالتالي نسبة الوفيات يعني هي زيادة طردية لعدد المرضى ومتوقعة فالأصل أن يلتزم الجميع بالقضايا التباعد الاجتماعي ولبس الكمام والحفاظ على أنفسهم وخصوصا المرضى كبار العمر والمصابين بأمراض مزمنة والذين لديهم عرضا لأن تسوء حالتهم فيما إذا لا سمح الله أصيبوا بهذا المرض يجب من تكثيف هذه الجهود للحيلولة دون الإصابات الكبيرة في أعداد المرضى وبالتالي تخفيف العبئ على المستشفيات كافة وتخفيف العبئ على أجهزة تنفس الصناعي وبالتالي تقليل نسب الوفيات نسب الوفيات في الأردن أعلى من النسب العالمية والمتوسط العالمي ألا يمكن أن يعود هذا إلى ضعف أو نقص في الخدمات المقدمة للأشخاص الأكثر تعرضا للحالات الصعبة والحاجة الملحة لوجودهم على أجهزة تنفس الصناعي أو رعاية طبية أكبر أنا لا أعتقد أنها أكثر من النسب المسجلة العالميا قياسا بعدد المرضى أيضا هناك يجب أن نعلم بأنه ليس كل المرضى هم مشخصين بمرض الكورونا أكثر لدينا أمراض مرضى عندما يسلون إلى المستشفيات في حالة مراجعة لغير الموضوع الكورونا لأي سبب آخر ويفحص بالكورونا يكون لدي الفحص إيجابي فإحنا لدينا حالات من المرض أكثر من الحالات المسجلة والمرض أصبح الآن منتشر وبالتالي لا أعتقد ابتداء بأن عدد الوفيات عنا أو عدد المرضى الذين يرقدون على أسرة الشفاء هي أكثر من ما هو مسجل في العالم وأنا أعتقد أن الخدمة الطبية التي تقدم سواء في مستشفى الأمير حمزة أو مختلف مستشفيات المملكة هي على قدر من الكفاءة التي تعادل المستشفيات في أي مكان أخر من العالم نعم دكتور تعقبا على إجابتك الأخيرة بحكم موقعك وحكم أيضا بأنك عضو في اللجنة الوطنية للأوبئة ذكرت بأن الأعداد الإصابات الفعلية الموجودة في الأردن أكبر بكثير من الأرقام التي تم الكشف عنها نظرا لوجود عدد من الإصابات التي لم يتم اكتشافها بعد هل هناك رقم تقديري وتوقعات بالرقم الحقيقي لعدد الإصابات في الأردن بالله من الصعب يعني يكون في رقم حقيقي لكن نحن أمام جائحة حقيقية وأمام أصبح مجتمعي وتفشي مجتمعي وبالتالي بجوز أنا يعني مش صعب أن أعطي أرقام بهذا الاتجاه إلا أنه أعتقد أنه على جميع المواطنين أن يتعاملوا مع الآخرين مع أي مواطن آخر بأنه قد يكون مصاب وأن يحمي نفسه من هذا الموضوع طب لماذا استنتجت دكتور بأنه عدد الحالات فعليا أكبر الموجودة بالإصابات أكبر بكثير من الإصابات المعلنة يعني بديش أركز على أكبر بكثير بس لابد أنه من حالات لم تفحص بعض المرضى قد يكون لديه أعراض لا يطلب الفحص أو لا يذهب إلى المستشفى للفحص يعني هذه حالات موجودة وفي أي مجتمع وفي مجتمعنا تكون أيضا موجودة لسبب أو لآخر لا يتجه المواطن الذي لديه أعراض بسيطة إلى المستشفيات للتأكد منه قد تسوق حالته حتى يحضر إلى المستشفى وهذا شيء طبيعي يعني نحن نود أن كل مواطن يشكو من الأعراض المعروفة أصبحت لإنفلونزا الكورونا أو للإنفلونزا بشكل عام أن يبادر إلى الفحص وأصبحت أماكن الفحص ثابتة ودائمة ومعروفة في مختلف المحافظات نعم أنا أبدأ أشكرك جزيلا شكر على كل هذه التوضيحات والإجابات مدير عام مستشفى الأمير حمزة وعضو اللجنة الوطنية للأوبيا دكتور ماجد نصير شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك